اشتركوا في القناة والسلام عليكم تحية الملائكة للانبياء والسلام عليكم تحية الانبياء لشعب الله ليس فقط السلام عليكم ولكن سلام لكم سلام علينا سلام لنا وأتمنى هذا السلام الذي يفوق كل عقل أن يدخل إلى قلبك وبيتك وحياتك ويحدث تغييرا في حياتك كما رأيتم في الحلقات الماضية نحن نسير في رحلة مع راباي إنسان المسيح تعامل معه وتقابل معه وغير حياته سوف نستمر في هذه الرحلة الممتعة وسنرى كيف أن الرب غير حياته في أشياء كثيرة أدعوكم لهذه الحلقة بعضنا مع بعض وسلام لكم والسلام عليكم أيضا راباي جيسون أنا سعيد جدا لاستضافتك من جديد يسعدني ويشرفني أن أتعرف بك وأتقابل معك أنا مثلك تماما نعم ونقول السلام عليكم بالعربية وعليكم السلام حسنا نحن في الحلقة السابقة رأينا رحلتك أقصد أننا كنا نبحر في رحلتك أو بالأصح في رحلة الرب معك نعم وأيضا رأينا القرار الذي اتخذته في ذلك اليوم عندما زرت تلك الكنيسة المسيانية وصليت ووقفت أمام يسوع المسيح واتخذت خطوة بالفعل وقد دعوتنا لكي نعرفه هل يمكن أن تأخذنا إلى عمق آخر؟ أخبرنا ماذا فعلت بعد ذلك لقد أخبرتني أنك درست الكتاب المقدس بنفسك خاصة العهد الجديد هل يمكنك إخبارنا عن الخلفية اللاهوتية؟ وعن أسرتك أيضا؟ فهذا ما لم نسمع عنه في الحلقة السابقة نعم في الحقيقة كان لدي جوع لمعرفة الله وأخيرا صارت لدي رغبة ودعوة لأن أخدمه لهذا بدأت في دراسة اليهودية والمسيانية اليهودية في برنامج تابع لإحدى كليات اللاهوت فذهبت وقمت بعمل دراسات عميقة لتعلم الكتاب المقدس واللهوت ومعرفة إلى أي حد العهد القديم والجديد مرتبطان وفي سنة تخرجي من الكلية في تلك الأثناء قابلت زوجتي لأول مرة درسنا أحد الفصول معا ثم درسنا معا في الفصل الدراسي الصيفي وهكذا تم تعرفنا وهي تدعى استفاني هي أيضا يهودية وهي كذلك مؤمنة بيسوع مثلي من نفس الخلفية من نفس نعم من نفس الخلفية ولهذا تم ارتباطنا من وقتها حسنا ولديكم أطفال؟ نعم لدينا ولدان رائعان أحدهما عمره عشر سنوات واسمه آفي والآخر عمره سبع سنوات ونصف واسمه جورة ما معنى أسمائهما؟ اسمه بالكامل هو آفي إيل ومعنى الله هو أبي آفي أيل وهو في الحقيقة اسم كتابي أيضا والآخر اسمه جودة الذي هو يهودة وهو يأتي من الكلمة التي تعني التسبيح ووو لأن الأسماء تحمل خطة في الحقيقة في حياتنا بكل تأكد أتمنى أن يكون لدينا وقت للتحدث عن هذه القضية في وقت لاحق ترتبط الأسماء بهويتنا ومصيرنا وهكذا انتقل وبالمناسبة جيسون يعني الشافي فهذا الاسم أيضا عبري نعم في الحقيقة هو ذو جذور يونانية ولكن اسمي بالعبرية هو يشوع مخلص هذا اسمي العبري والآن أنت تعرفه الآن أنا أعرفه حسنا إذن استمرت رحلتك وفاتح الله لك طريقا للخدمة أيضا ولكن أخبرنا ما الذي أخذك إلى عمق روحي بعد كل تلك التأملات اللاهوتية لقد درست دراسة جامعية ودرست دراسات كتابية تتعلق باللهوت اليهودي ودراسات يهودية ميثيانية والتحقت بالدراسات العليا وحصلت على درجة الماجستير في اللاهوت وفي الدراسات الكتابية اليهودية وكذلك دراسات في الثقافات والتبادل الحضاري وبعدها انتهى بنا المطاف في كاليفورنيا وبينما كنا هناك تم الدعوة إلى مؤتمر وفي ذلك المؤتمر كان هناك متكلم وكان يتحدث عن كيف أن كل واحد مننا يمكنه أن يختبر ليس فقط الرب يسوع في قلبه بل بإمكانه أيضا أن يختبر حضور الله وقوته في حياتنا بالشكل الذي يساعدنا بالفعل على تغيير الآخرين بطريقة خارقة وإعجازية وقد كان هناك أحد المعلمين وقد صلى لأجلي وعندها تكلم الله حقا إلى قلبي شعرت وكأنه يقول يا جيسون لا تكتفي بقدر ما من التقوى التي تفتقر إلى القوة وقد صدمني هذا فأنت يمكن أن تقوم بكل شيء صالح وصحيح وقد يبدو جيدا ظاهريا وقد يبدو حقا روحيا ولكنه للأسف يفتقر إلى قوة الله لذا فأنت تحاول أن تقول إنه يمكن أن يعيش الناس حياة مسيحية عادية بالذهاب إلى الكنيسة ويكتفون بذلك كنوعا من الأفعال الروحية المتدينة التي نقوم بها وأن الاكتفاء بذلك هو فخ نعم أعتقد أن الخطر يكمن في الاكتفاء بكون مجرد شخص صالح أحيا حياة صالحة يقول الكتاب يسوع المسيح كان يقول يصنع خيرا ويشفي المرضى ويلمس الناس يشفي كل مرض وأنا أيضا أردت ذلك وعندما أنظر إلى الطريقة التي عاش بها يسوع فإذا كنا نحب الله بحق وإذا كنا نحب يسوع بحق وإذا كنا نحب المسيح بحق فسوف أرغب في أن أعيش كما عاش فهو لم يعيش الحياة بحيث كان يقول أشياء لطيفة للناس ثم يتركهم في وجع وألم وكسر كان يصلي من أجل الناس فتحدث أمور في حياتهم يصلي من أجل المرضى فيشفون وكان يصلي من أجل المتألمين فكانوا يبرؤون وقد قام التلميذ بنفس الشيء وقد حمسني هذا فإذا كان التلميذ قد فعلوا ذلك وإذا كان يسوع قد فعل ذلك فنحن نستطيع أن نصنع أعظم من ذلك كما وعدنا الله إذن فأنت تشجعنا أن لا نكتفي بطريقة حياة مسيحية عادية نمطية بمعنى لا يجب أن نحيا بحكم العادة دينية وليست روحية أنا أقول هذا ولكنني أعتقد أن أن الحقيقة المحزنة هي أن ما صار عاديا هو ليس عاديا ماذا تقصد بذلك؟ أقصد أن أن إيماننا قد صار بطريقة ما ربما نقول ضعيفا منذ فترة طويلة جدا أننا لن نتوقع من الله أن يظهر وأن يفعل شيئا ولكن هذا ليس إيمانا كتابيا عندما ننظر إلى الأمور منذ أيام موسى وحتى أيام التلاميذ وأتباع يسوع المسيح كانت حياة الإيمان العادية هي الصلاة من أجل الأشخاص ونرى شفاء الله لهم ونرى تسديده لحاجتهم ونرى الله يغير الناس هذا أمر عادي حسنا لقد عشنا بصورة غير عادية لمدة طويلة حتى صار الغير عادي عاديا ولم يكن هذا مقصده الله ولكن ما الذي ساعدك على استيعاب هذه الحقيقة؟ أقصد هل كان هذا التحول بسبب ذلك المؤتمر والتعليم الذي وجدته هنا؟ نعم أعتقد أنه بسبب عدة أمور من هذلك المؤتمر فعندما كنا في المؤتمر مرة أخرى أدركت أمرا لقد أدركته عندما أخبرني الله بذلك أنه بفكر يهودي وبفكر كتابي هناك جانباني للمسيح أحدهما هو المعروف بالمسيح ابن يوسف المسيح ابن يوسف وهو الشخص الذي تألم ورفض وهذا هو الجزء الموجود في إشعياء 53 الذي تحدثنا عنه حتى يمكننا أن ننال الغفرانة والشفاء ولكن هناك أيضا بن دافيد وتعني ابن داود إذن فالمسيح ابن يوسف المسيح ابن يوسف هو حمل الله الذي صلب ومات كحمل الفصح هذا ما تحدث عنه الناس في الكنائس وما يعيذون به صحيح ولكنه أيضا المسيح ابن داود فهو أحد الألقاب في الكتاب المقدس ابن داود مثل ذلك الأعمى الذي كان فيه ريحة وكان يصرخ يا ابن داود ارحمني وأبن داود هو الأسد هو المحارب هو الانتصار وهو الغلبة وأدركت بتأمل حياتي أن هناك جزء مني يعرف معنى الشركة في الآلام مع الرب ولكنه لا يعرف الامتلاء بالقوة الموجودة في القيام نفس الروح الذي أقام المسيح من الموت يعيش فينا إذا فقط آمنا بيسوع إذا آمنا بالمسيح فهذا يعني أنه لدينا القدرة على صنع الأمور الأعظم من هذه فالمسيح بالإضافة إلى تقديم الرسالة والأخبار السارة والبشارة الخاصة بالملكوت هو أيضا صنع الأعمال الخاصة بالملكوت ورأى الله يحرك حياة الناس ومن المهم أن نفعل ذلك وكان هذا بداية تفعيل ذلك الإدراك بالنسبة لي كأن الله يقول لي إذا صليت من أجل المرضى ستراهم يشفون وإذا صليت من أجل المتألمين ستراهم يتعافون وسترا حياتهم تتغير وقد رأينا العديد من المعجزات التي سأكون سعيدا بالمشاركة بها نعم حسنا ربما في النهاية ستكون لنا فرصة للصلاة لأن يشفي الله ويلمس ويغير قلوب أناس كثيرين إذن هذا التحول الذي حدث لك قد نقلك إلى مستوى آخر من الرحانية حتى تأخذ كلمات الرب يسوع وحياته بصورة جدية وبصدق أيضا وقد كررت ذلك عدة مرات مجرد أننا نجلس هنا أنا وأنت هي معجزة لأن الرب يغير القلوب وهو يعطينا طريقا جديدا لأن نحب بعضنا بعضا وأن نحتمل بعضنا وأن نقبل بعضنا لذا أود أن أسألك سؤالا شخصيا لأنك يهودي في الشرق الأوسط هناك الكثير من الكراهية تجاهك وسوف نتحدث عن ذلك في وقت آخر ولكنك تظل دائما تقول إنك تحبنا وتقول إنك تريد أن تكون معنا فهل هذا فقط لأنك شخص لطيف أو ما السبب؟ هذا لأن الله قد غير قلبي نعم بدرجة كبيرة جدا لأن يسوع قال إننا دوما سوف نكون معروفين بحبنا بعضنا لبعض وفي واحدة من صلواته الأخيرة التي صلىها في يحنى 17 هو أن يصير هؤلاء وأولئك واحدا كما أنه هو والآب واحد فكانت صلاته الأخيرة من أجل الوحدة هؤلاء هم التلاميذ اليهود وأولئك هم الذين سيأتون وعندما يصير الكل واحدا عندها فقط سوف يكتمل إيماننا وسوف يعرف العالم أن المسيح قد أرسل وأنه يسوع وأعتقد أن ما بدأ الله في عمله في قلبي هو أنني أدركت أنه إذا كان يسوع هو المسيح الذي جاء حتى يأتي بالغفران وحتى يأتي بالمصالحة فأهم مكان يصلح بالفعل لتحقيق المصالحة واليوجود الغفران هو ما بين أولادي إسحاق وأولادي إسماعيل ولدي إبراهيم إذا استطعنا أن نكتمع معا في المسيح فلا يوجد إثبات أعظم من هذا على حب الله وأنا أؤمن أنه يريد أن يكتمع شمل العائلة مرة أخرى لأن هذا هو ما سيغيرنا وأيضا سيغير العالم ويعطي للرب كرامة ومجدا نعم فهل تظن أو هل تؤمن أن الشيطان خائف من اجتماع شمل الناس معاً ومن أن تنضم أيديهم معاً؟ بكل تأكيد لأننا حينما نكون واحداً نصير القوة تغير وتحول في العالم وهذه القوة لا يمكن إيقافها إنها شيئاً من الأشياء التي حدثت في حياتي والتي جعلتني أفهم أهمية ذلك هو أنني كنت أتحدث في مناسبة ما وقد تفاجأت عندما قام أخ لبناني وأخذ المايكروفون وقال أنا كنت إرهابياً وقد جئت هنا لأقوم بتدمير الولايات المتحدة وقد كنت أكره الشعب اليهودي ولكن الله قد غير حياتي وأنا أحبك يا أخي وأنت تهمني وحدث تواصل بيننا وأصبحنا أخوين وقد كان حضور الله قوياً جداً حتى أن الأشخاص كانوا يبكون وهم يشاهدون هذا التواصل في الرب بين إسحاق وإسماعيل وهم يجتمعان معاً وقد تأثرت جداً وقد اختبرنا لحظة تعانق ومحبة وأدركت أتعلم؟ أنا أحتاج أن أحب إخوتي وأخواتي من العالم العربي إخواتي وأخواتي الذين يتحدثون العربية إنهم يحتاجون أن يعرفوا أنني أحبهم بمحبة الله لأن هذا هو قلبه وهناك وعد مميز للشعوب العربية وووكم لماذا لا تأخذ لحظة للصلاة من أجلنا؟ صل هذه الصلاة من أجلنا جميعاً من أجل هذه الوحدة فيه ومن أجل أن يغير الله قلبنا حتى نتعامل بعضنا مع بعض بالطريقة التي كنت تحدثنا عنها تفضل يا رب كما قلت في كتابك المقدس ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا مزمور 133 يا رب نطلب منك أن تساعدنا جميعا على أن نحبك وأن تساعدنا بحبنا لك أن نحب بعضنا بعضا اجمعنا في محبتك نطلب بشأن أي كراهية في قلوبنا وبشأن أي تمييز في قلوبنا نحن نطلب يا رب لا يمكننا أن نحبك ونحن نكره أخانا أو أختنا نطلب يا رب أن تنزع الكراهية وأن تزيل ذلك الشر في داخلنا أيًا كان ساعدنا أن نهتم بعضنا ببعض لأنه يوجد إطلاق لبركة غير عادية ولكن فقط عندما نكتمع معا في وحدة لذلك نحن نعلن من هنا سلامك سلامك بركتك وخيرك الآن وأنا أريد أن أطلب يا رب أن سببا كبيرا سببا كبيرا لعجزنا عن استقبال الشفاء في حياتنا هو المرارة وعدم الغفران والكراهية لذا يا رب انزع هذا مننا حتى يمكننا أن نشفى وأن نتعافى وأن نجد سلامك في اسم يسوع المسيح المسيح المسنا الآن وإذا كان هناك شخص ما يحمل كراهية في قلبه أقول له ربما أنت تصارع ولديك كراهية في قلبك ربما تجاه شخص قد تسبب في إذائك ربما تجاه فرد في العائلة ربما تجاه صديق وقد اختبرت بالألم وقد اختبرت بالرفض أنا أطلب أن يعطيك الله الآن القدرة على أن تغفر وأن تشفى آمين 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 شكرا جزيلا وسنستمر في الصلاة من أجل ذلك لقد ذكرت في صلاتك أن الله سيمنحنا هذا السلام هذا السلام واسم برنامجنا السلام عليكم أخبرنا ما هو جوهر هذا السلام كثيرا ما يخطئ الناس فهم ما هي هذا السلام أعتقد أن الناس كثيرا ما يعتقدون أن السلام هو غياب الصراع ولكنه أكثر من ذلك فكلمة سلام تأتي من الكلمة العبرية شا-لام والتي تعني التمام إنها تعني أن تكون تاما أو كاملا فهو يعني حرفيا أن لا يكون شيء ناطصا أو مكسورا لذلك فالسلام هنا هو تكسيد لكل بركة إذا كانت لديك كل البركات بدون سلام فأنت لا تملك أي شيء وهل هذا شيء يمكننا أن نحقيقه أو أن نقوم به بقواتنا الشخصية أو؟ أعتقد أن السلام الذي يريده الله لنا هو سلام يفوق كل عقل متفرد هناك سلام غير عادي يعطيه الله لنا جعلنا هذا السلام بغض النظر بغض النظر عن الموقف الذي نمر به وبغض النظر عن ما يحدث في حياتنا نبقى هادئين بصورة كاملة ونبقى كاملين ولا تتملكنا مشاعر الخوف ولا مشاعر الغضب ولا مشاعر القلق لأننا نعلم أن الله معنا وأنه يحرصنا ويسدد احتياجاتنا وفي الواقع أن أحد أسماء المسيح هو رئيس السلام أعتقد أن العالم يحتاج الآن إلى السلام أكثر من أي وقت مضى هناك شيء مفقود ومكسور في العالم كل منا لديه مناطق مكسورة ويأتي سلام الله إلى داخلنا ويصلح الكسر الموجود بقلوبنا وكذلك الكسر الموجود في العالم هو يكبر ويكمل ما هو ناقص في الحلقة السابقة كنا نتشارك حول ذلك السلام وقد ذكرت لي معنى الحروف الموجودة في الكلمة للحروف أهمية كبيرة لأن أول حرف في كلمة سلام في العبرية هو حرف الشين وله ثلاثة محاور وهذا يحمل معنى بالتأكيد نعم مثل حرف الشين بالعربية وهو يمثل النور في العبرية وآخر حرف في كلمة شلوم أو سلام هو ميم أو المايم وهو الماء ماء هو كذلك في العربية أيضا فالنار والماء كل ضد الآخر وكل منهما يحاول إخماد الآخر فالنار تغلي الماء وتسبب في تبخره ويمكن للماء أن يطفئ النار والحرف الأوسط لامد يعني أن تتعلم جزء من فهم السلام وإيجاده يكمن في تعلم الربط بين الأضاد الموجودة في الحياة وتعلم إيجاد القيمة في كل منها التعلم من النار ومن الماء التعلم من الأضاد ورؤية كيف ترتبط بعضها ببعض وكيف يستطيع الله أن يستخدم تلك الأشياء في حياتنا حينها سوف نجد السلام نحن أحيانا نفكر في أن المؤتمرات ستجد الحلول لنزاعات معينة ولكنها في حقيقة الأمر لا تقودنا إلى شيء لأننا نفتقد جوهر هذا السلام الذي يريده الله الذي يريد الله أن يعطيه لنا إن السلام هو القدرة على الربط بين الأشياء التي ربما تبدو شديدة التماقد إن النار والماء يبدوان غير قابلين للتواجد معا بمعنى لا يمكنهما التواجد معا بشكل طبيعي ولكن بنعمة الله وبسلامه يمكنهما أن يكتمعا معا لهذا السبب يمكن للعربي ولليهود بنعمة الرب أن يكتمعا معا في محبته وأعتقد أن هذا هو مفتاح لتحقيق السلام في الشرق الأوسط لن يكون ذلك من خلال السياسيين ولن يكون ذلك من خلال خطة سيأتي فقط من خلال المسيح ومن خلال القدرة على محبة الأشخاص الذين هم على النقيد منه وإيجاد الحكمة والجمال والقيمة التي فيهم لأننا لا نعيش الآن في هذا السلام الذي نتحدث عنه هل تعتقد أن هناك جانبا روحيا للحروب والقتل وسائر تلك الأشياء التي نراها حولنا هل هناك جانب روحي وراء ذلك كله؟ أم أننا نتكاسل أن نحب بعضنا؟ أنا أعتقد أن هناك جذورا روحية هناك العديد من الجذور الروحية العميقة وراء ذلك نحن نعرف أنه من الواضح أن الله موجود وأن هناك قوات شر وهناك الشيطان إبليس الذي يريد الشر للبشر الله يريد أن يعطي حياه أما الشيطان فيريد أن يأتي بالموت والشقاق وهو يريد أن يقسم العائلات ويريد أن يحطم العلاقات لأن الشيطان يعلم تماما أن بركة الله لا يمكن أن تتحقق حينما نكون في حرب أو في صراع أو معارك أو في غضب بعضنا ضد بعض وسواء كان ذلك داخل الأسرة أو بين الأصدقاء أو بين الدول ولكنه بوجه خاص يريد أن يأتي بالشقاق بين الشعوب اليهودية والعربية فهذا المكان هو الذي ولد فيه المسيح ونشأ وهو مركز ما سيقوم به الله للعالم في الشرق الأوسط لهذا هو مهم إذن رسالتك أن نتعرف إلى رئيس السلام هذا علينا أن نتعرف إلى رئيس السلام وإذا عرفناه سيحل هو المشكلات مع عائلاتنا وداخل قلوبنا وأيضا داخل الأشخاص الذين نتعامل معهم أنا أعتقد أن الصراع الخارجي هو بشكل أو بآخر إنعكاس للصراع الداخلي والنزاع والغضب وحتى صراعنا مع أنفسنا وإلى أن نتعامل مع هذا لن يمكننا أبدا أن نحل ما في العالم في الوقت المتبقي لدينا أود أن أسألك سؤالا الكثيرون في الشرق الأوسط يحملون كراهية ضد اليهود وقد كنت واحدا منهم رغم أنني لم أقابل يهوديا في حياتي كلها قبل ذلك إذا كان هناك شخص يشهدنا ونحن نتكلم ما رسالتك له؟ إن رسالتي هي أنا أحبك هذا أول شيء وسأقول أيضا إن الشعب اليهودي ليس شعبا كاملا نحن لسنا كاملين وسأقول سأعتذر إذا كنا قد آذيناكم أو أسأنا إليكم بأية صورة من الصور أرجو أن تفتح قلبك بالحب لأنه كثيرا ما يكون الكره والتمييز قائمين على عدم المعرفة كثيرا ما لا يحب الناس شخصا معينا لأفكار خاطئة أو مفاهيم مغلوطة أخذناها عنه دون أن نحاول أن نتقرب منه أو نعرفه لذا أرجو منك قضاء وقت تتعلم فيه عن الشعب اليهودي وفي فهم أن الكتاب المقدس لن يكون موجودا لو لا الشعب اليهودي فيسوع كان يهوديا وموسى كان يهوديا وإبراهيم أتعرف؟ هو جد مشترك أعني كان أبا للشعب اليهودي وأبا كذلك لإسماعيل الذي هو أب للشعوب العربية فالعرب واليهود من نفس الجد كيف يمكنك أن تكره عائلتك؟ وكيف لا تعطي وقتا لتفهم ذلك بشكل صحيح؟ فأنا أعتقد أن المسيحية والإسلام خرجا من الأساس اليهودي والجذور اليهودية فإذا لم نفهم ذلك ولم نقدره ونشعر بقيمته أعتقد أنه أمر محزن وبالتأكيد سيجعلنا لا نفهم حقيقة ما لدى الله وأعتقد أنه في النهاية سوف نفتقد البركة التي عند الله وهذا ما سوف نفعله بالضبط معك في الحلقات القادمة سوف نتحدث عن تلك الجذور ومعناها ومراثنا وما اكتشفوه والتوراة وسوف نكتشف ما قاله الله لموسى ولإبراهيم وكيف يساعدنا ذلك في أن نعيش حياة روحية وكيف لنا أن نستثمر طاقة الحب الموجودة في داخلنا نعم أنا أعتقد أن هناك بركة حقيقية متبادلة تأتي عندما نحب وعندما نكون مستعدين للتعلم من بعضنا فهذا شيء مهم ولا غنى عنه نعم أشكرك جدا يا جيسون وأنا في شوق شديد للحلقات القادمة وأنا أيضا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وأتمنى لك ذلك السلام هذا السلام هو سلام الله الذي يفوق كل عقل أصلي كي يدخل قلبك وعقلك وبيتك وأن تأتي إلى معرفة الرب يسوع المسيح فيدخل حياتك ويغير حياتك ويعطيك منظورا جديدا ويرشدك كل يوم أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر